والختام مع مشاهير وساسة وقعوا تحت قبضة كورونا في هذا الخبر بعد أن فقى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المئة وأربعين ألف حالة أصبح الوباء منتشرا للغاية وحتى الوجوه المعروفة عالميا غير محصنة منه الممثل الشهير توم هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون كان أول المشاهير إصابة بالفيروس وحدث ذلك خلال رحلتهما في أستراليا أما في عالم الرياضة فكان مدافع فريق يوفينتوس الإيطاليك دانيل روغاني أول المصابين بالفيروس مضطر زميله النجم الشهير كريستيانو رونالدو إلى الدخول إلى حجر صحي هذا وتم إيقاف موسم NBA حتى إشعار آخر بعد أن أصيب النجم رودي جوبيرت بفيروس كوفيد 19 الفيروس أصاب أيضا سياسيين مثل الرئيس البرازيلي جاير بولسينارو الذي ينكر ذلك وزوجة رئيس الكندي جاستين ترودو أمس إشاركتكم بأن زوجتي صوفي خضعت للاختبار كوفيد 19 والنتيجة عادت إيجابية أعراض صوفي خفيفة لكننا نتبع النصائح الطبية ونتخذ كل الاحتياطات ستبقى في حجر صحي في الوقت الحالي ونحن نفكر في جميع العائلات في جميع أنحاء البلاد الذين تلقوا نفس التشخيص لكننا في أيدي أمينة لدينا ثقة كاملة في مسؤولي الصحة والمهنيين في كندا خلافا لنظريات المؤامرة التي اعتدنا على سمعها في مثل هذه الحالات هذه المرة نرى أن الفيروس لا ينفرق بين أصحاب المناصب وعمة الشعب وبالتأكيد لا يفرق بين الأعراق الأجناس والقوميات